اشتركوا في القناة فانا عندي الوحدة البنائية للملح دي هي وحدة صيغة عبارة عن الاسل كمركب ايون طبعا الزرات والجزيئات او حتى كمان وحدة صيغة بتكون عبارة عن جسيمات جسيمات دي بتكون متناهية في الصغة ابعاتها بتقدر بوحدة النينو متر يعني حاجة زي كده هعرف تعمل معها ازاي وكمان وانا بحسب كميتها فطلع لنا مصطلح جديد مهم جدا اسمه الموج فعرفوه تعريف كده مش هتفهموه ومش هعرف افهمكم دلوقتي معناه لكن الفيديو الجاي باذن الله هتكونوا فهمين يعني ايه التعريف ده عرفوا المول انه كمية المادة اللي تحتوي على نفس عادل الوحدات سوين كانت الوحدة دي عبارة عن وزيق زره وحدة صيغة ايونات موجودة في 12 جرام من الكاربون الكاربون ده سي 16 فيديو النهارده هيتوقف تماما على قانون واحد الا وهو القانون ده اللي بيقول عادل مولاد بيساوي كتلة المادة على الكتلة المولية للمادة دلوقتي بقى عايزين نعرف يعني ايه عادل مولاد انا دلوقتي لو عندي المركب ده اللي هو فوسفيت الماغنسيا اللي هو Mg3BO4B2 وعايز اعرف عادل ذرات العناصر المكونة ليه وعدد مولاد العناصر المكونة ليه لمول واحد منه تماما بالنسبة لعادل ذرات فانا عندي الماغنسيا وعندي الفوسفور وعندي الأكسجين بالنسبة للماغنسيا فانا عندي 3 ذرات ماغنسيا من نسبة للفصفور فانا عندي 2 زرات فصفور من نسبة للأكسجين فانا عندي 4 في 2 8 زرات اكسجين طب بالنسبة بقى العرب المولات فانا عندي المركب ده بيطلوعني 3 مول من الماغنيسيون 2 مول من الفصفور 8 مول من الاكسجين طب انا هنا لماذا عملت الاخسجين بالشكل ده كشكل زرة وليس جزي احنا قلنا هنا الاكسوجين موجود داخل المركب وبالتالي اعامل الاكسوجين موجود داخل المركب تضرر مش كجزيق جزيق لما يكون لوحده في صورة منفصلة او في صورة منفردة لو رجعنا للقانون فانا عرفت يعني ايه عادل مولات وبرضه هنثبت الحاجات دي بالمسائل تضي الوقت بالنسبة للمقام ده الكتلة المولية يعني ايه كتلة مولية الاول في حاجة اسمها كتلة زرية الكتلة الزرية دي وحدتها اسمها كتل زرية او وحدة كتل زرية منور مازلها برامز يو طب انا لو عايز اقدر الكتلة الزرية دي بوحدة الجرام عشان اعرف اتعامل مع المادة دي جلنا مصطلح اسم الكتلة المولية للمادة طب وحدتها ايه عبارة عن جرام على المول الوحدة دي جا 8 جايت من القانون ده هي عبارة عن كتلة المادة اللي هي بالجرام على عد المولات فبيتالي جرام على المول اللي هي وحدة الكتلة المولية طب بنحسب الكتلة المولية للمادة دي ازاي لو انا عندي مثلا سكر السكروز اللي هو سي 12 اتش اتنين وعشرين او 11 وعايز الكتلة المولية منه اول حاجة لازم يكون عارفة العد الكتلي لكل زرف المركة يعني هنا الكربون العد الكتلي ليه 12 الهيدروجين بواحد اللوكسوجين ب16 مبدأ احسب بقى الكتلة المولية ازاي ان بضرب العد الكتلي لكل عنصر فعدد الزرات الموجودة للعنصر الواحد في المركة ازاي؟ بالنسبة للمركبة هيساوي ايه؟ هيساوي 12 في 12 الاثنشر الاولى اللي هو عد الكتلي والاثنشر التانية اللي هو عدد الزرات الكربون الموجودة في المركة زائد 22 في واحد 22 على الزرات الهايدروجين الموجودة في المركة في واحد اللي هو العد الكتلي للهايدروجين زائد 11 في 16 اللي 11 على الزرات الاكسوجين الموجودة في المركة في 16 اللي هي العد الكتلي المركة وهكذا لأي مركة بعد كده بيساوي ونطلع الرقم هيطلع ب342 جرام على المول ناخد بالنا ان القتلة المولية لزرعة الأكسجن مش نفسها لجزاء الأكسجن بالنسبة لزرعة الأكسجن فهتساوي 16 اما بالنسبة لجزاء الأكسجن هيساوي 2 في العهد القتلة للأكسجن اللي هو 16 يبقى هيساوي 2 في 16 هيساوي 32 معنى كده ان نضيع في القتلة المولية للزر بعد معرفنا ازاي نحسب الكتلة المولية نبدأ بقى نطبق على القانون اللي بيقول عد المولات بيساوي لكتلة المادة على الكتلة المولية للمادة بالنسبة للسؤال ده بيقول لي احسب الكتلة المولية للرصاص لو كتلة 2 من 10 مول منه ويتساوي 41 و4 من 10 جرام المسألة دي عبارة عن تعويض مباشر للقانون اللي استخدمه طب نرجع للقانون كده نشوف احنا معنى عد المولات ب 2 من 10 ومعنى كتلة المادة ب 41 و4 من 10 جرام هو عايز الكتلة المولية فانا هقسم الكتلة على عد المولات هيديني الكتلة المولية بالجرام على المول وبالتالي الكتلة المولية للرصاص هتساوي 41 و4 من 10 على 2 من 10 تانى نقطة معنى احسب كتلة 6 و761 من 1000 مول من ن اي او اتش انا كده انا عايزة كتلة ومعايا عد مولات يبقى انا كده عشان اجيب الكتلة محتاجة اجيب الكتلة المولية طب عشان اجيب الكتلة المولية المرتب يبقى انا محتاجة العد الكتلي بتاع كل عنصر فيها اللي هو اصلا مندهولي فانا عندي العد الكتلي هيساوي 23 اللي هو الان ايه والاكسجن ب16 يبقى زائد 16 زائد 1 بتاع الهايدروجين هيساوي 40 كده معايا المول ومعايا الكتلة المولية اضربهم في بعض يديني الكتلة عندنا هنا ازا كانت كتلة نص مول من المركب XCL2 X ده عبارة عن مجهول او عنصر مجهول بيتساوي اللي هي الكتلة بتساوي 125 جرام قبل ما اعرف هو عايز ايه انا عندي مول وعندي كتلة لمركب يبقى كده فاضل ايه فاضل ان اجيب الكتلة المولية المركب غير هتساوي الكتلة 225 على عد المولات اللي هو نص فهيد ديني 250 وبكده الكتلة المولية المركب هتساوي 250 معنى كده الـ 250 دي بتساوي ايه بتساوي العد الكتل للـ X في واحد زائد العد الكتل للـ CL اللي موجود عندي 35 ونص في اثنين وبالتالي اقدر اجيب العد الكتلي للـ X ومعنى كده ان في السؤال التاني اللي بيقول احسب الكتلة المولية المركب ده انا معي العد الكتلي بتاع X اللي لسه جايبه زائد الـ BR اللي مندهوه للـ 80 اضرابه في 3 هيديني الكتلة المولية المركب ده يبقى كده خلصت من تاني سؤال بالنزل لقى للسؤال الاولان اعايز عدد مولات ايونات الكولوريد فعينا من هذا المركب كتلتها 250 جرام فانا كده محتاجة اجيب عدد مولات ايونات الكولوريد فعينا من هذا المركب اللي كتلتها 125 جرام عشان اقدر اقارن بين الـ 125 والـ 252 فانا عندي اللي بين الـ 125 عندي الـ XCL2 هيددينا 2 سي إلسالب هتكون بالشكل ده عندي 1 مول من المركب ادينا 2 مول من ايونات الكولوريد تمام طب انا عندي الـ 125 جرام فيهم كم مول في المسألة فيهم نص مول انا عايز اعرف بقى 125 جرام دول بيطلعوا لي كم مول من ايونات الكولوريد السالبة بيدوني كم مص هيديني كم عمل مقص هيتلعلي واحد مول وبكده عدد مولات ايونات الكولوريد السالبة فعينا من هذا المركب اللي كتلتها 125 جرام بتساوي واحد مول لكن هو عاوض في 250 جرام لو عملنا مرضو مقص فهيساوي 250 في واحد على 125 فهيدينا 2 مول يبقى ايزا عدد المولات اللي هو عايزه هيساوي 2 مول دلوقت بقى هنعرف ازاي نحسب الكتلة الجرامية لمتفاعل او ناتج بمعلومية الكتلة الجرامية لمتفاعل او ناتج اخر وكمان نفس الكلام بالنسبة للكتلة المولية يعني هو فيه فرق دلوقت ما بين الكتلة الجرامية والكتلة المولية الكتلة الجرامية هي البسطة في المعدلة لكن او في القانون لكن الكتلة المولية هي المقام دلوقت بقى هناخد امثلة توضح لنا الجزئية دي بيقول هنا احسب كتلة الاكسوجين اللي يزم للتفاعل تماما مع 27 جرام من القلومية يبقى انا كده محتاجة ان نكتب المعدلة اللي يتبين للتفاعل ده وكمان او زمه فهتكون بالشكل ده 4 AL زائد 3 O2 هيدينا 2 AL2 O3 اللي هو اكسيد القلومية تمام في النوعية دي من المساء اللي بقى بعمل ايه بشوف المركب اللي مديني معطلين والمركب اللي عايز اللي احسبلو حاجة واعملهم مع بعض او افعالهم مع بعض او اقارنهم ببعض يعني هنا هو مديني معلومة عن الالامونيوم ان الجرام منه او قتلته بتساوي 27 جرام هو عائل قتلة الاكسوجين وبالتالي هعمل علاقة ما بين الالامونيوم والاكسوجين تمام هنا 4 مول من الالامونيوم بيتفعلوا مع 3 مول من الاكسوجين بعد كده مبدأ احاول المول لكتلة جرامية طيب ازاي انا عند هنا عائل مولات لو ضربتها في الكتلة المولية هيديني الكتلة جرامية وبالتالي لو ضربت 4 مولية في الكتلة المولية للالامونيوم اللي هي بتكون 27 من دالي في المسألة هيديني 3 مول من الاكسوجين 3 في 2 في 16 فهيديني 108 جرام من الالامونيوم هيتفعل مع 96 جرام من الاكسوجين يبقى اذا لو انا عندي 27 جرام من الالامونيوم هتفعل مع قد ايه من الاكسوجين اللي اصم مطلوبة مني في المسألة في المسألة لو عملت مقص فانا عندي الكتلة المطلوبة مني دي هتساوي 96 في 27 على 108 هتطلع 24 جرام بيقول لي هنا احسب كتلة كولوريد السوديوم النتيجة من تفاعل 2 مول من هيدروكسيد السوديوم مع وفرة من حمض الهيدروكسيد السوديوم طبعا للتفاعل ده احنا قلنا ان احنا بنعمل علاقة بين حاجتين الحاجة الاولى اللي بدييني معطى ليها الحاجة التانية اللي مطلوب مني حاجة جدا فانا هنا هعمل علاقة ما بين هيدروكسيد السوديوم وكولوريد السوديوم عندي 1 مول من هيدروكسيد السوديوم بيدينا 1 مول من كولوريد السوديوم طب 2 مول من هيدروكسيد السوديوم هيدينا كام مول من كولوريد السوديوم عشان اقدر اجيب كتلة N-A-S-L في 2 مور لو عملنا هنا وقص فهيطلع له هنا ب2 مور هو عايز كتلة كولوريد استوديوم وأنا معايا عد المولات وفيه إمكانية بالنسبة لي أن أجيب الكتلة المولية وبالتالي أنا أجيب الكتلة المولية اللي بتساوي 23 اللي هو العد الكتلي للستوديوم زائد 35.5 العد الكتلي للكلور فهيساوي 58.5 أضرب الكتلة المولية اللي هي 58.5 في 2 اللي يعد المولات فهيطلع له ب117 إذن كتلة كولوريد استوديوم المطلوبة هنا ب117 آخر سؤال معانا يتفاعل الحديد مع الكابريت لتكوين كابريتيد الحديد السلاسي هنا هديل لتكافر الحديد من السلاسي بيقول لي حسب عدد المولات رقم واحد الكابريت اللازمة للتفاعل مع 6.2 مول من الحديد ثاني حالي كابريتيد الحديد السلاسي النتيجة من تفاعل 10.6 مول من الحديد مع وفرة من الكابريت اول حاجة افكر فيها ان نكتب المعادلة كميائية المعبر عن التفاعل ده وبتكون موزول هتكون بالشكل ده واحنا عندنا هنا كابريتيت الحديد الثلاسي انا عند الكابريت عبارة عصنائي والحديد هنا هو حدد هو الثلاسي فبالتالي طلع بالشكل ده وهنا طبعا عشان هنا عندنا اثنين حديد فحطنا هنا اثنين عندي تلاتة كابريت فحطنا هنا تلاتة بالنسبة الاول مطلوب مني فهو عايز عدد مولات الكابريت اللازمة للتفاعل مع ستة واثنين من عشر من الحديد كده هعمل علاقة من مين ومين بين الحديد والكابريت انا عندي اثنين مول من الحديد بيتفاعل مع تلاتة مول من الكابريت ولكن طالب مني في السؤال عايز مولات الكابريت اللازمة للتفاعل مع ستة واثنين من عشر مول من الحديد وبالتالي هحط هنا اثنين ستة واثنين من عشر وهعمل هنا اكس او علامة استفهام من خلال المقص هقدر اجيب المطلوب. تاني نقطة في السؤال عايز عدد مولات كابريتيد الحديد النتيجة من تفاعل. عشرة وستة من عشرة مول من الحديد مع عفرة من الكابريت. معنى كده ان اتنين مول من الحديد بينتج لي واحد مول من كابريتيد الحديد. طب هو عايز عشرة وستة من عشرة مول من الحديد بينتج لقديه من كابريتيد الحديد. هعمل المقص برضو وهوصل للناتج اشتركوا في القناة